الآن نهلا وسهلا خضرات السيدة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا موضوعنا النهاردة إن شاء الله موضوع مهم جدا وموضوع جميل بيتعلق بصحة المرأة ولكن يتعلق بصحة المرأة الحامل وعشان ناخد الموضوع من أوله مش هنتكلم عن صحة المرأة الحامل فقط ولكن نتكلم عن صحة المرأة قبل حدوث الحمل وأثناء الحمل وبعد انقضاء الحمل وحدوث الولادة إن شاء الله بالسلام إن شاء الله هنقسم موضوع الحلقة النهاردة لمجموعة بسيطة من الأسئلة اللي هتفيدنا وهنستفيد بها كلنا علشان كلنا نفهم أكبر قدر ممكن من المعلومات إن شاء الله بالنسبة لحدوث الحمل أول سؤال النهاردة هنقوله هل السمنة تأثير مباشر على حدوث الحمل يعني حضراتكم النهاردة إحنا بدأنا قبل حدوث الحمل وده مهم جدا لنا لأن لازم نعرف إن السمنة ليها تأثير مباشر على المرأة قبل حدوث الحمل إزاي دكتور الكلام ده نقول إزاي يعني النهاردة المرأة السمينة قبل حدوث الحمل طبعا بتعاني من السمنة والسمنة ما تخلى حاجات كتيرة جدا ممكن تأثر على الحمل بطريق مباشر عن طريق إن السمنة بتسبب لنا مشاكل كتيرة في تكايوسات على المبايض دهون على الرحم كل دي بتأثر على الحمل بطريق مباشر لأن كل دي بيحصل فيها ضيق ضيق للقنوات المسؤولة عن الحمل طبعا بطريق مباشر فبتأثر على حدوث الحمل وبتقالي فرص الحمل طبعا أما المرأة المتوسطة الوزن او المرأة المثالية او المرأة النحيفة فرصها طبعا بتبقى اكتر كتير لو لا قدر الله ما فيش موانا اخرى تعوك الحمل علشان كده احنا بننصح كل سيدة مجبلة على الحمل اذا كان عندها وقت مناسب لانقاص الوزن فلازم طبعا تنقص الوزن بطرق سليمة لان انقاص الوزن للأسف بياخد وقت طبعا مننا ولازم نكون عارفين دايما انه لازم يكون بطرق سليمة وطرق صحية علشان ما يقصرش على الحمل كمان طيب النهاردة دكتور ايه المهم اللي انا عمله قبل الحمل لازم حضرتك النهاردة علشان تعرفي ان ازاي السمنة بتقصر على الحمل لازم نكون عارفين ازاي احسب مؤشر كتلة الجسم قبل حدوث الحمل لان زي ما قلنا الوزن اللي حضرتك هتدخولي به الحمل هيقصر علينا بشكل مباشر في فترة الحمل وهيقصر على صحتك وهيقصر على صحة الجنين يبقى النهاردة نجيب حضرتك الوزن والطول نقسم الوزن على مربع الطول هيدينا رقم الرقم ده المفروض يتراوح بين 18 ل 25 من 18 ل 25 ده معدل طبيعي جدا للسمنة اللي موجودة في جسمنا ولكن علشان نحسب الرقم ده بشكل مناسب نجيب الطول نقسمه على الوزن نقسمه على مربع الطول ازا زاد الوزن من 25 حركة ل30 فده وزن مناسب جدا وتعتبر سمنة متوسطة ما تضرناش في اي حاجة ولكن ازا تراوحت النسبة من 30 إلى 40 فالنسبة دي اصبحت عندنا نسبة من السمنة لازم التخلص منها بشكل مباشر علشان ما تأثرش على الحمل زادت النسبة عن الاربعين فاحنا كده دخلنا في السمنة المفرطة السمنة المفرطة اللي هو لازم بشكل من الاشكال واكيد هيبقى فيه مانع للحمل لان ده كاترة الحمل النهاردة ده كاترة النسل المختصين بالحمل اصبحوا يحولوننا حالات كتيرة جدا لانقاص الوزن قبل حصول الحمل لان ده مهم جدا لان اصبح السمنة بتؤدي لامرات كتيرة هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله بتحصل في فترة الحمل وبتسيب اثر طبعا بعد الولادة ودي بتسبب لنا مشاكل لان من اصعب الوزن اللي ممكن حضرتك تكتسبيه هو الوزن لفترة الحمل ويصعب التخلص منه لان التغير الهرموني اللي بيحصل في جسم حضرتك ده بيأثر بشكل مباشر وشكل سلبي على السمنة اللي موجودة عندنا طيب السؤال اللي احنا ممكن نقوله مهم جدا وحضرتك ممكن تعرفيه هو انا المفروض اكسب كم كيلو في الحمل يعني المفروض يا دكتور وزني يزيد بمعدل كام في فترة الحمل زي ما قلنا بشكل مباشر وزن حضرتك قبل حدوث الحمل بيؤثر بالاجاب او بالسلب على الوزن المكتسب في فترة الحمل اثبتت الدراسات ان المرأة المتوسطة القوام او اللي لا تعاني من سمنة المفروض ان الوزن المثالي اللي نكتسبه بيتروح من 6 كيلو ل 18 و 20 كيلو في فترة الحمل وده بيتناسب او بيتوازن مع حدوث السمنة قبل الحمل المرأة المتوسطة زي ما احنا بدأنا بيها المفروض بتزيد من 11 كيلو ل 15 كيلو متوسط في فترة الحمل اما المرأة السمينة وجد انها تعاني التي تعاني من سمنة طبعا رقمها اكثر من 30 وبيعدل ال40 كمان وجد ان وزن الزيادة اللي بيحصل في فترة الحمل بيتروح من بيتروح من 6 كيلو ل 12 كيلو وده بيبقى وزن قليل جدا وبيحصل لنا مشاكل ممكن تحصل مشاكل للمرأة وممكن تحصل مشاكل للجنين نفسه كمان اما المرأة النحيفة التي لا تعاني من سمنة قبل حدوث الحمل وجد انها تزيد من 12 كيلو ل 18 كيلو اما ال20 كيلو دول ممكن نزيدهم ازاي طبعا في حدوث التوائم بيبقى في حسابات اخرى مختلفة لان وزن التوائم بيختلف طبعا ويجب الرجوع لاستشاري النساء وتحديد الوزن المناسب او متابعة الوزن المناسب علشان ما يبقاش فيه ضرر اثناء فترة الحمل يبقى دلوقتي عرفنا الوزن اللي حدوث ممكن تكسبيه طب ازاي الوزن قبل الحمل بيأثر علي فترة الحمل زي ما قلنا ان الوزن فترة الحمل الوزن فترة الحمل النهاردة بيتأثر علينا طبعا اثناء فترة الحمل لان المعدل الطبيعي اللي احنا قلناه بيتراوح من 6 ل 18 كيلو طيب نيجي نلاقي ومعنا اتصال نستقبل اتصال نعلو حنان معنا تفضلي نعسف الانتصال يقطع نكمل حلقيتنا ان شاء الله زي ما قلنا لحضراتكم ان الوزن مناسب جدا قبل الحمل علشان ده هيأثر علينا في فترة الحمل السيدة السمينة لازم طبعا او المرأة البدينة آسف لازم تدخل الحمل بوزن مناسب جدا علشان ما يسبب لناش مشاكل ممكن تأثر عليها وتأثر على الجنين ولكن اتباع النظام الغذائي اسناء الحمل غير مستحب يا جماعي مفيش حاجة اسمها واحدة تيجي تقول هل انا مستعدة لانقاص وزني اسناء فترة الحمل نقول لها لا طبعا ياريت لو عندنا فرصة قبل الحمل ان احنا نتفادى الزيادة في الوزن او نؤدي لانقاص الوزن قبل الحمل ده مهم جدا بالنسبة لنا السؤال بقى بعد ما عرفنا نكسب كام وعرفنا كل وزن المفروض المرأة تكسبه طبعا ولازم تدخل فيه الحمل بشكل مناسب علشان ما يسبب لناش اي مشاكل هنبدأ نتكلم عن هل الام الحامل ينصح بانقاص وزنها ام لا طبعا احنا ما بننصحش الام الحامل خصوصا بعد ما تدخل في الثلاث شهور الاولين من الحمل ان هي تتبع اي نظام غذائي لان ده بيأثر بشكل مباشر على نمو الجنين احنا كل اللي يهمنا صحة الجنين وصحة المولود ان شاء الله بالسلامة فلازم نعاني من صحة جيدة وصحة الجنين تبدأ من صحة الام لان الجنين بيشتك كل حاجة من الام وزي ما قلنا الوزن اللي بيتكسبه الام في فترة الحمل ده طبعا بشكل مباشر بيبقى داخل فيه وزن البيبي اللي هو بيتروح من 2.5 كيلو وممكن ل4 كيلو اثناء الولادة داخل فيه وزن المشيمة داخل فيه وزن الدم بيزيد يا جماعة بمعدل كيلو جرام فترة الحمل وزن السدي بيزيد لان الهرمونات والغدد اللبانية اللي بتطلع للام بخصوصا في اول حمل بتبدأ تستعد لفترة الرضاعة اللي هي هتأثر على الجنين ان شاء الله وبتأثر على وبتبقى مفيدة جدا للمولود ان شاء الله علشان كده لازم نزبط وزننا قبل ما ندخل في الحمل طيب زي ما قلنا ممنوع منعا باتا ان احنا نفكر في انقاص الوزن ولكن نفكر فيه بطريقة تانية اللي هي يا دكتور نفكر ان احنا نتحكم في وزننا هناخدها بطريقة تانية ان احنا نحافظ على الوزن المثالي او نحافظ على وزننا زي ما بنقول يعني بننصح الام الحامل ان احنا طبعا فيه خطأ شائع جدا عندنا كلنا ودايما بنقوله البعض دايما اللي هي تيجي الام ام الست الحامل ام المرأة او ام البنت في اول ولادة بالذات تقول لها انت لازم تاكل كويس لانك بتاكل او بتتغزي لتنين اللي هي الام والجنين طبعا الكلام ده سليم والكلام ده مش هنقدر نكدبه ولكن ده ما يديش الحق للمرأة الحامل ان هي تاكل بشراها او تاكل حاجات من المفروض ان هي تأثر عليها بسلب لان الوزن اللي بيكتسب اثناء الحمل ده بيبقى صعب النزول بطريق سهل لان طبعا عندنا الفترة اللي بعد الحمل بنقعد سنة او سنتين طبعا لحد ما يتحصل الرضاعة الكاملة بنراعي او بيبقى عندنا محزير مع انقاص الوزن بالنسبة للمرأة الحامل فالوزن ده جماعة لما بيقعد في جسمنا لفترة كبيرة طبعا بيبقى فيه جزء منه مية وجزء دهون لينة وجزء دهون صلبة وعلى فكرة الدهون اللي بتحصل في فترة الحمل احنا بنعتبر جزء منها دهون صديقة لان الدهون الصديقة دي بتتغزى عليها المرأة الحامل وبيستفيد منها المولود وفي نفس الوقت بتمقى مفيدة لعملية الدرال اللبن او عملية الرضاعة الطبيعية بعد حدوث الولادة فعلشان كده احنا بننصح دايما الست التحكم في الشهية خصوصا في زيادة مناسبة وممكن مع العادات الغذائية الخطأ وممكن مع الهبوط اللي بيحصل لنا طبعا في فترة الحمل والتعب اللي احنا مقدرينه للست الحامل كلها بس ياريت راعي ان انتي متكليش بكميات كبيرة او ما نعتمدش على ان احنا ناكل حلويات كتير او ناكل سكريات كتير لان طبعا احنا عارفين ان حدوث بتتأثري فترة الحمل ولكن احنا بنقدم لحرك بعض النصايح اللي ممكن تفيدك علشان تبقى مهمة جدا لنا اسناء فترة الحمل وبعد الولادة ان شاء الله لان موضوع انقاص الوزن بعد الولادة ده موضوع بيشغل كل ست وكل بنت خصوصا في اول ولادة طبعا اللي جسمها بيكون متناسك وتيجي بعد الولادة تقول ده جسم يتغير وبدأ يظهر عندي بطنه وبدأ جسم يزيد بزيادة طبعا ملخوظة لان طبعا في زيادة حصلت في فترة الحمل جزء هينزل منها مع المولود والجزء التاني بيفضل في جسمنا لازم نتخلص منه طرق سليمة وطرق كويسة علشان نستفيد ان شاء الله ايه بقى مخاطر السمنة على المرأة الحامل السؤال ده مهم جدا ولازم كلنا نعرفه لان السمنة لها مخاطر سواء على المرأة الحامل او على الجنين يعني السؤال ينقسم لشكين اتنين الشك الاولاني بيعتمد على الام اللي هي المرأة الحامل مالوش علاقة بالجنين دلوقتي لازم نقول ان فيه مشاكل بتحصل مباشرة اللي هي ايه رقم واحدة دكتور المشاكل اللي بتحصل لنا في الاول اللي هي عبرها عن ارتفاع ضغط الدم بنلاقي ضغط دم الام الحامل ارتفع ارتفع لدرجات عالية جدا نتيجة للسمنة طبعا مدخل لارتفاع ضغط الدم لانها بتضغط على الاوعية الدموية بتسبب ضيق الاوعية الدموية فسرعة الدم فيها بتزيد فبالتالي بيزيد ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم دوت مرتبط بشكل مباشر مع حاجة تانية بتحصل للام في فترة الحمل وخصوصا في اول اسابيع من الحمل بعد العشرين اسبوع من الحمل اسف اللي هي اسمها احنا بنسميها تسمم الحمل تسمم الحمل دوت غالبا بيحصل بعد الاسبوع العشرين من الحمل وده بيزيد نسبة البروتين في البول فيؤدي لتسمم في جسم المرأة ممكن يوصل بينا لقدر الله ان احنا لازم ننزل المولود او يحصل لنا مشاكل كتيرة جدا من التهابات ومشاكل تحصل للمرأة الحمل بعد كده ممكن يحصل لنا كمان داء السكر او السكر زي ما احنا بنسميه وده نوع معين بيحصل للمرأة اثناء فترة الحمل نتيجة لنقصان بعض الفيتامينات ونتيجة لان احنا بنعتمد على نسب كبيرة من السكريات او الحلويات اللي بتأثر بشكل سلبي وتخلي جسمنا ينقص من ناحية تانية فيؤدي الى داء السكر اللي ممكن يأثر مشاكل سلبية على الام طبعا الانيميا وفقر الدم ده وارد كتير لان نوعيات الاكل اللي احنا بقينا بنكلها الايام دي بقى يحصل فيها نقصان لانواع كتير من الفيتامينات ومن المعادن طبعا اللي بتأثر علينا بشكل سلبي ايه كمان ممكن يحصل طبعا المرأة الحامل وخصوصا المرأة السمينة اللي بتبقى دخل الحمل بوزن زيادة وزن زيادة كمان يضرها ويدر الجنين بيحصل عندها نوع من انواع العدوى او كثيرة الشكوى من المشاكل المتعلقة بالمسالك البولية لان وزن البيبي ووزن الجنين وزن المشيمة والوزن الزائد اللي دخلت به فترة الحمل كل ده بيضغط على المسالك البولية بيضغط على الرحم فبالتالي بيضغط على الجزء السفلي كله فدايما تعاني المرأة الحامل من مشاكل متعلقة بالمسالك البولية كمان الوزن الزيادة مع وزن البيبي طبعا وخصوصا برضو المرأة السمينة بنعاني من مشاكل في التنفس واحنا نايمين تقولك انا مش قادر ااخد نفسي طبعا ده طبيعي لان كل ده بيضغط على الحجاب الحاجز المسؤول عن حركة التنفس عندنا هنا في بطننا يا جماعة الحجاب الحاجز دوت هو العضلة الاساسية المسؤولة عن التنفس اللي بترفع لفوق كل ما ناخد احنا الشهيق هي اللي تتميلي يتميلي الرئتين بتتميلي والحجاب الحاجز بيستوعب اكبر قدر ممكن من الهوى مع الزفير بيطلع بنطرد حركة الحجاب الحاجز لفوق فبيطرد الهوى دوت طبعا لما يبقى فيه وزن البيبي موجود في منطقة البطن مباشرة بيضغط على حركة الحجاب الحاجز طبعا مش بنقول ان هو بيلغيها لان ما ينفعش نلغي حركة الحجاب الحاجز لان الحجاب الحاجز حركته او التحكم فيه في جسمنا لا اراضي يعني احنا ما حدش يقدر يقول ان انا هتحكم في عضلة الحجاب الحاجز ولكن مع الوزن الزيادة دي بتضغط عليها فبالتالي بتقلل او بتعوك سلاسة وسهولة حركة الحجاب الحاجز في جسمنا عندنا مشاكل تانية بتحصل اللي هي ممكن نوصل لقدر الله للاجهاد ليه الاجهاد لان الوزن الزيادة زي ما قلنا بيضغط على الرحم بصورة عنيفة فممكن لقدر الله نسمع مشاكل زي ان رأس البيبي بدأت تخرج فتؤدي طبعا في وقت غير وقت الولادة او في وقت مبكر عن وقت الولادة فتسبب لنا مشاكل كتير كمان في حالة زيادة الوزن اثناء فترة الحمل دي بتؤدي ili مشاكل اثناء الولادة يعني مش مجرد طبعا طول الحمل بيبقى فيه مشاكل وفيه تعب ولكن لحد ما نوصل لمرحلة الولادة بنلاقي ان المرأة الحامل بتعاني من مشاكل في الولادة ممكن تأخر معاد الولادة او ممكن ان احنا معاد الولادة يبقى بدري شوية يعني ممكن ان معاد الولادة هادئك يبقى في السابع زي ما احنا بنقول او بعد السابع مباشرة أو ممكن تأخر معاد الولادة عن المعادل الطبيعي للدكتور محدده لأنه بيبقى فيه انقباضات في الرحم وانقباضات في البطن وضغط للدهون الموجودة على منطقة الرحم ومنطقة البطن بتؤثر بشكل مباشر على العضلات الرحم عضلات الرحم المسؤولة عن الولادة وخصوصا وهي كده بالكلام اللي احنا بنقوله ده واتنوصل أن هي ممكن تقلل فرص الولادة الطبيعية الولادة الطبيعية طبعا بتبقى ولادة سهلة وبسيطة للأم يعني متعبة في فترة الولادة ولكن احنا بنتكلم عن أثارها ومشاكلها بعد الولادة بتبقى طبعا أهوا من الولادة القيصرية عكس ما الناس فهمة أن الولادة القيصرية النهاردة الأم ما بقتش تتعف في الولادة القيصرية لأنها بتاخد بنج وطبعا بيتم فتح البطن وانطلع الجنين ولكن مشاكلنا بتبدأ بعد الولادة من التراهد اللي بيحصل في منطقة البطن من تراكم الدهون طبعا الولادة القيصرية معناها فتح للبطن فاحنا عندنا كده قاعدة نقولها ببساطة إن أي شق يعني أي فتح في منطقة البطن في عضلات البطن بيسبب ضعف العضلات دياد ومعدل 60% ما نستهونش بالرقم دوت لأن بيحصل تهتك لكل الألياف العضلات وكل الأخشية اللي موجودة في منطقة البطن عشان الدكتور يقدر يوصل للرحم ويطلع الجنين فبتضعف العضلة بنسبة 60% طبعا حضرتك دخلتي بعد الولادة بعضلة ضعيفة 60% يبقى هيؤدي لتراكم الدهوم في منطقة البطن هيؤدي لضعف عضلات البطن اللي بيبدأ يظهر عندنا البطن والكرش ودي حاجة أساسية بتظهر عند كل الأمهات خصوصا بعد فترة الولادة الشق التاني بينقسم للمخاطر التي تحدث للجنين ودي من ضمن المخاطر اللي بتحصل للأم في فترة الحم ايه المخاطر اللي ممكن تحصل للجنين عندنا رقم واحد إن يحصل لقدر الله تشوهات في الجنين لأن السمنة مدخل مش هنقول لقد طبعا ربنا قادر على كل شيء ودي أرزاق بس احنا بناخد بالأسباب اللي تؤدي إلى ليه بيحصل كده لأن أثبتت الدراسات أخيرا إن ده سبب من الأسباب اللي بتؤدي إلى تشوهات الجنين السبب التاني حدوث بعض الأمراض المزمنة زي أمراض القلب وأمراض السكر وأمراض الحساسية المتعلقة بالجنين بعد فترة الولادة مباشرة اللي احنا بنسميها بشكل غير سليم العيوب الخلقية ودي طبعا حاجة يعني نحنا نسميها عدم اكتمال للأعضاء وبمشاكل مناسب لأن ما فيش حاجة اسمها عيوب خلقية المشاكل دي كلها بتؤثر على صحة الجنين وهو حضرتك في بطن الأم وبعد الولادة يعني دايما نلاحظ إن فيه أولاد بيحصل لهم حساسية بعد الولادة مباشرة أو لقدر الله بيبقى عنده مشاكل في القلب أو مشاكل في السكر أو مولود الطفل مولود لسه عنده أيام وبنكتشف إنه هو عنده السكر وده بنكتشف طبعا من أسباب اللي بتحصل فيه إن السمنة أثناء الولادة أو أسباب أخرى طبعا بتحصل في فترة الحمل عندنا طبعا المفروض بننصح الأم الحامل نبتعد عن أي حاجة ممكن تضر الجنين في فترة الحمل وهي ممكن نبتعد عن الكحليات نبتعد طبعا عن التدخين بشكل مباشر حتى الأماكن اللي يدخن فيها من شرط حضرية تكوني بالدخاني أو حتى الأماكن اللي أنت متواجدة فيها يفضل إنه ما يكونش فيها تدخين لأن التدخين ده بيوصل للرئتين اللي هي بيوصل للدم بشكل مباشر فبتأثر ومعنا اتصال نستقبل اتصال أستاذة نادية تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام إزاي يا دكتور أهلا والمسان إزاي حضرتك لو سمحت يا دكتور والله أنا عاوز أتصر من حضرتك فضلي أنا عندي تسعة وثلاثين سنة يا دكتور ومخدفة بنتين البنت اللي أولاني عندها 17 سنة طبيعي جدا وبعد كده حصل لي بهاد متكرر أو من ساعتها بعاني كده عملت قبل كده حاني مظهري ورطين وبعد كده بقى يتأخر الحمل كان بيحصل حملة أنا وما يضعش نبضي في الجنين وضعت على الدكاترة وما فيش حال فأنا دلوقتي رحت الدكتور فقال لي عندك تكيّس ومدين الستوفاز واللاكتودال ماشي عليه تمام بس بقال الدورة يا دكتور أول مرة تعمل كده ومعادها منتظمة جدا معايا بتنزل على 29 يوم فبقالها شهر ونصف دلوقتي بالضبط ما نزلتش تمام طب هو حضرتك الوقت بين الولادات اللي بيحصل فيها الإجهاض بيبقى وقت قليل ولا وقت مسافة بعيدة لا أنا بيحصل الغد على شهر ونصف شهرين لا المسافة الوقت بين الإجهاض الأولاني والإجهاض التاني بينه وقت قليل شهور ولا سنين كل سنة يعني كل سنة تقريبا دلوقتي بقالي فترة ما حصلش حمل طبيعي طب آخر حمل حصل إمتى؟ مع أنت قلت 17 سنة آخر حمل حصل من حوالي 6 سنين 6 سنين ما حصلش تاني تمام هنرد أرا حضرتك وخدت منشطات كتير فأنا دلوقتي يا دكتورة مشكلة أعاوز أسأل فأه سبب تأخير الدورة إيه؟ وألمها شغال وخدت حقنتين من أسبوع بالضبط اللي هي تنزيل الدورة تمام تطربهم من الدكتور فحس في عونك الرحل في نقطة دمي بسيطة بس مش رادية تنزل فأنا خايفة ده هو من قطاع الدورة ده ولا إيه؟ طب حالك بتعاني من سمنة؟ لا تمام يعني الوزن المناسب وزني كويس يعني مش بعاني من سمنة ولا أي حاجة هنرد على حضرتك إن شاء الله هو طبعا الأعراض اللي بتتكلم فيها مدام نادية كلها أعراض متعلقة بأمراض النساء طبعا إحنا بنتكلم النهاردة مدام نادية عن السمنة وتأثيرها على النساء أو حدوث الحمل أو طبعا بعد فترة الحمل ولكن إن قطاع الدورة طبعا لأسباب كتيرة جدا ممكن يكون داخل فيها أسباب نفسية أو ممكن يكون داخل فيها أسباب عضوية الأسباب العضوية غالبا بتبقى نتيجة لضعف عضلات الرحم أو نتيجة للطراب هرموني موجود في الرحم طبعا وموجود في الدورة الشهرية المفروض تنزل بشكل منتظم ولكن ممكن حضرتك برضو تكوني بتستعملي أي أدوية من خصوصا أدوية مانا الحمل والحاجات دي اللي هي بتعوق انتظام الدورة الشهرية ولكن نتطمن دايما إن العامل النفسي بالنسبة لنا مهم جدا ونرجع لدكتور النساء ونشوف إن شاء الله نستقبل اتصال تاني مع حضرتك أم ملكة فضلي علو السلام عليكم وعليكم السلام لو سمعت يا دكتور أنا عندي بنتين جبت بنتين بس كانت وسطيهم عيل يعني بناغل تغيارة كده عملت تحايل رأيتش وكده لازم حقنا بعد كل ولاد فأنا دلوقتي حمل وبقى لي خمس شهور بس أنا ما خدتش حقنا عشر مرات حضرتك بتعاني من سمنة برضو في الحمل ولا في مشكلة لا خالص وما فيش حاجة وبنحمل طبيعة وكده الرأيتش طلع كويس طلع بوزتيف ولا نيجاتيف لا هو قالولي لازم تاخدي حقنا بتاعت الرأيتش بعد كل ولادة بعد كل ولادة تمام طب إيه أنت عندك مشاكل في الحمل ولا خايفة أن الجنين يحصل فيه تشوهات ما أنا متعرفة بس وضع الجنين دلوقتي المفهود ناخد حاجة للتشوهات يعني ولا كده ولا آه تمام هو آخر ولادة كانت إمتى إن شاء الله نعم آخر ولادة آخر ولادة كانت من كم سنة من ثلاث سنين كده تمام هنرد على حضرتك إن شاء الله أم مالك طبعا سؤالها برضو متعلق بالحقنا اللي بيتاخدها أثناء فترة الحملة علشان طبعا ما يحصلش مشاكل لقدر الله لأن عامل الرأيتش دوت عامل مهم جدا بنعتمد عليه علشان لقدر الله ما يحصلناش أي تشوهات وإذا كان فيه أي مشكلة بيتم اكتشافها مبكر وده اللي بيبقى لي علاقة أسباب كتيرة خصوصا إذا كان الأم والأب ليهم صيلة قرابة ده بتفرق معنا طبعا ولكن موضوع الحون اللي حضرتك تخديها المفروض فعلا تخديها بشكل ممتظم بعد كل ولادة طالما حصل أو طالما شكينا إن فيه مشكلة لازم حضرتك تخديها بشكل ممتظم بس نرجع برضو لاستشاري النساء اللي هيحدد لنا الوسيلة المناسبة أو المعادل المناسب اللي احنا ناخد به طبعا وإحنا بننصحك برضو لأن موضوع الوزن ليه مهم الوزن ليه تأثير مباشر جدا على الفترة اللي حضرتك بتعدي بها دي خصوصا بعد الشهر الخامس علشان ما يحصلش زيادة في الوزن أو أن يحصل أن الطفل يطلع غير مكتمل النمو أو غير أو وزن زيادة عن الوزن المطلوب هنتكلم دلوقتي تاني إزاي أسيطر على وزني أثناء فترة الحمل وده مهم جدا ليك يا ممالك ومهم جدا برضو اللي مدام نادية خصوصا بعد الحمل علشان فترة الدورة الشهرية دي من الفترة اللي بتتأثر برضو أثناء فترة الحمل وممالك احنا بننصحك النهاردة علشان يبقى إن شاء الله وزننا مناسب ونحافظ على وزننا فترة الحمل لأن انت دخل على فترة دلوقتي المفروض أن عدى الأربع شهور اللي اكتمل فيهم نمو الجنين بس إن شاء الله تبقى متطمنة أكتر وبإذن الله ربنا يقوم بالسلامة إن احنا ما يحصلناش أي مشاكل في الحمل طبعا زي ما احنا قلنا هنهتم بالتغذية السليمة التغذية السليمة مش معناه إن احنا ناكل بشرها يا أم مالك معناه إن احنا نخافظ على أكلنا ونزبط أكلنا بشكل مباشر علشان إن شاء الله نحافظ على صحتنا وصحة الجنين هنهتم دايما بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة الحبوب الكاملة زي التفاح وزي السمار الكاملة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية دي داخل فيها مجموعة من الألياف الألياف دي جسمنا بيستفيد منها بشكل مباشر وفي نفس الوقت بيبزل مجهود كبير إن هو يحلل الألياف دي ويبدأ يحولها لسعرات حرارية يبقى احنا كسبنا حاجتين اتنين أول حاجة إن إحنا جسمنا استفاد وشبعنا واستفاد من الغيزة اللي إحنا كناه وأخذ عدد معين من السعرات الحرارية المطلوبة علشان جسمنا يستفيد منها طبعا معدل طبيعي ممكن 1800 سعر حراري لـ 2000 سعر حراري فأول 6 شهور بعد 6 شهور المفروض إن المعدل دا يزيد 300 سعر حراري لأن الغيزة اللي داخل للجنين طبعا وزن الجنين بيزيد فمحتاج غيزة زيادة فالـ 300 سعر حراري دول يكافوا الجنين إن هو نوصل لوزن مناسب ونوصل لنموه مناسب إن شاء الله الخضرات والفواكه أنا بنصح بيها كل الأمهات في فترة الحمل إن احنا نعتمد عليها ونهتم بالكالسيوم الكالسيوم طبعا مهم جدا علشان ناخده في منتجات الألبان زي اللبن والزبادي والجبن القريش وكل منتجات الألبان نحرص إن احنا ناخد 3 أو 4 وحدات من الكالسيوم بشكل يومي 3 كبيات أو 4 كبيات البيتين زبادي ناخد في الفطار جبن قريش في العشاء جبن قريش الحاجات دي كلها جماعة بتزود نسبة الكالسيوم طبعا الكالسيوم مهم جدا لنموه العظم نموه عظم الجنين من الحاجات اللي احنا بنحرص عليها في فترة الحمل علشان ده بيأثر عليه المولود بعد الولادة والحد ما عظمه ينمو وحتى بعد سنة من حدوث الولادة اللي هو بنيجي إحنا نلاحظ إن الطفل بدأ يتحرك وبدأ يقف وبدأ يمشي فده بيأثر علينا طبعا بشكل مباشر الحاجات التانية اللي احنا بننوه إليها إن احنا نشرب ميا كتير جدا 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 شرب الميا بيخلي جسمنا دايما في نضارة في الجلد بيخلي الجسم دايما يتخلص من الدهون ومن الأملاح اللي موجودة فيه اللي بنمنع تراكمها وبنمنع زيادة الوزن طبعا في فترة الحمل شرب الميا مهم جدا علشان الميا بتساعدنا بشكل مباشر في حال إن احنا نحافظ على حالة الجنين دايما في صورة كويسة وصورة إن شاء الله مفيدة لنا خصوصا بعد الحمل إن شاء الله من الحاجات التانية اللي احنا بننصح بيها طبعا اللي احنا نبعد عن الكافين مات الكافين من المواد اللي بتأثر مباشرة على الجنين نقلل من شرب الشاي والقهوة والمنبهات عموما وطبعا استعمال الأدوية في فترة الحمل ده بيأثر بشكل مباشر على الجنين ولكن احنا بنقصد بالأدوية التي تستعمل بشكل استثنائي شكل استثنائي يعني إيه؟ يعني الأدوية اللي أنا أعاني حضرتك من عرض دلوقتي فأخذ أدوية يفضل من حالك لو تستحملي أو يبقى فيه بديل للأدوية بشكل طبيعي نحن نعتمد عليها ولكن الناس اللي بتعتمد على الأدوية بشكل مستمر يعني فيه ناس اللي قدر الله بتعاني من السكر من الضغط بتعاني من أمراض متعلقة بالأعصاب ده طبعا ما يقدرش يوقف الدواء لأن مخاطر إن احنا نوقف الأدوية هتأثر بشكل سلبي على الأم وعلى نمو الجنين ولكن الأدوية اللي إحنا نستعملها بشكل ومعنا تصال تصدى نقول ألوه عليكم السلام مدام نوع تفضلي تمام حديك بتسعمليها من إمتى أنا بقالي أربع سنين أربع سنين حديك حامل في الشهر الكام دلوقتي يعني هو شهر واحد بس في الشهر الأول وعملت كل الإختبارات الحمد لله وكله تمام عملت طيب هنرد على حضراتك إن شاء الله حاجة في سمنة بتعاني منها في الحمد؟ لا لا ما فيش الوزن مناسب وكويس؟ أه الحمد لله دي الولادة رقم كامل الحملة رقم كامل؟ أربعة أربعة وآخر حملة كان من إمتى بالزبط؟ خمس تنين كامل إن شاء الله نرد على حضراتك يا مدام نوها إن شاء الله مدام نوها طبعا بتسأل عن الوسائل اللي إحنا نقدر نستعملها أو اللي تأثر على الفترة الحملة طبعا ومنها حبوب معنا الحملة اللي استعملناها فترة كبيرة إحنا طبعا هنتكلم في الجزء اللي يخصنا كدكاترة سمنة طبعا لأن الأسئلة أغلبها بيدخل فيها شك متعلق بدكاترة النساء طبعا اللي هي بتبقى مسؤولة عن تنظيم الحملة وصحة الأم وصحة الجنين إحنا صحة الأم وصحة الجنين بتتعلق بالتغذية إحنا دورنا النهاردة إن إحنا نعرف الناس إزاي يتحكموا في التغذية أو إزاي نوصل للتغذية السليمة اللي بتوصل بشكل مباشر إن إحنا نوصل لصحة مناسبة سواء صحة الأم أو صحة الجنين حبوب منع الحملة لحريقتها الفترات طويلة طبعا دي من أخطر الوسائل اللي إحنا بنقول طبعا هي وسيلة مناسبة وسيلة مناسبة جدا لشريحة كبيرة من السيدات خصوصا لمنع الحمل لأن بيبقى عندهم أسباب أو أعذار أخرى متعلقة بأن هي تستعمل وسيرة إخلاء أخرى زي اللوب أو زي الحقن اللي بتستخدم من الحقن الهرمونات اللي بتستخدم بشكل منتظم حبوب منع الحمل بالنسبة لنا يا مدام نوها إحنا مشاكلنا بالنسبة لها أن هي بتخزي الماء في الجسم دي عبارة عن حبوب بتحتوي على نوع من الهرمونات اللي بيمنع التبويض بس إحنا بنخدها بشكل يومي أو بشكل منتظم فطبعا بتؤدي لزيادة الوزن وخصوصا احتباس الماء في الجسم لأن الهرمونات دي مسؤولة عن احتباس الماء في الجسم فلو فيه أنا بقى أنا رأيي أو الحد يجي لي وخصوصا بعد فترة الحمل عموما فيه فترة مباشرة بعد الولادة تقريبا ستة شهور والحد سنة ده كثرة النساء بينصحوا السيدات بالحبوب لأن دي بتبقى وسيلة مناسبة لحد ما جسمها على الأقل يتخلص من أثار الحمل وعشان ما تأثرش على الرضاعة بشكل مناسب دايما بينصحهم باستخدام الحبوب بشكل منتظم لحد الفترة دي احنا طبعا بننصح الناس أنه لو فيه أقرب وقت يتم استعمال وسيلة أخرى طويلة المدى زي اللوب أو زي الكابسولة أي وسيلة مناسبة وطبعا تحديد الوسيلة ما بيبقاش اختيار يا جماعة بشكل لكل الناس ولكن دكتور النساء هو اللي بيحدد أو طبيب النساء اللي حاجة بتتابع معه ده بيحدد بشكل إن شاء الله منتظم الوسيلة اللي تقدر تستعمليها معنا ومعنا تصدرنا تفضل من دم شايماء تفضلي سيدة شايماء تفضلي علي السلام عليكم وعليكم السلام أيها يا دكتور لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك أنا فتجأت بذكوت في التشهر وكان أول جنيه لي يعني أول حملية حملت يعني بعد ما اتزوجت بشهرين بس حضرتك نازل الجنيه في التشهر السبب إيه الله أعلم ما تكتب ما تلش السبب إيه في نزيل الجنيه بس حضرتك ما بدهم الشيء الدورة غيابتني بعد اللي فتجأتنا بشهرين غيابتني الدورة ما زادتشي فرحاتها الحمل رفلي الدكتور خايفة طبعا الناس ده يحفل تاني في الحمل ده وقلتنا يا دكتور إيه سبب السبب ده ما فيش حاجة جال يعني التحليل اللي هو تحليل الجبا عملت التحليل منع ما فيش حاجة وعملت برض تحليل قرأتش ما قلعش في حاجة وعملت تحليل أملاح برضه عشان دايما حاسة هنا وردت وزعان وحاسة الجمالي ده تحت تعبانة بس ما قلعش فيه أي حاجة فيه فلو سمحت حضرتك بس لو تقولي بس إيه السبب بتاع الضبوت أو تقولي إيه اللي تنبعتني بس ما حسنمش حاجة تاني إن شاء الله إن شاء الله يوميا مدام شايمة إن شاء الله إحنا هنرد عليها طبعا ويا جماعة إحنا النهاردة أنا آسف إن أنا بنوه للموضوع ده إحنا النهاردة بنتكلم عن صحة المرأة والتغذية السليمة أثناء الحمل لأن إحنا كل غرضنا إن إحنا يوصل بالتغذية السليمة أما الأسباب المتعلقة بين قطاع الدورة الشهرية أو بالأر إيتش سواء موجب أو سالب أو بصحة الجنين أو بصحة المرأة خصوصا الناس اللي بتعاني من الإيجاد المتكرر أو كده فياريت يعني لو إن إحنا نرجع للطبيب النساء المشؤول علينا اللي بيراجع تاريخ الولادات بتاعتنا لأنه هو هيبقى أكتر واحد طبعا عارف إنه هو يحدد السبب وخصوصا لما الإجهاض بيبقى متكرر أو نزول المولود بيبقى متكرر وفي وقت قريب جدا لأن ده بيبقى ليه مشاكل كتير جدا إحنا ممكن نقول برضو إن السمنة سبب رئيسي فيها لأن ده بيحصل ضغط على المبايض وبيحصل ضغط على الرحم عضلات الرحم فبتضع في عضلات الرحم إن شاء الله النهاردة هنقول سؤال الحلقة وكلنا إن شاء الله نستفيد به بشكل مباشر سؤال الحلقة النهاردة بيقول هل ينصح للمرأة الحامل بإنقاص وزنها أثناء الحمل ومتى تبدأ إنقاص الوزن بعد الولادة طبعا إحنا قلنا المرأة الحامل إحنا ببنصحهاش بإنقاص الوزن أثناء فترة الحمل ولكن التحكم في الأغذية اللي المرأة بتاكلها علشان ده مهم جدا لنا إن احنا نوصل بصحة كويسة وصحة سليمة لصحة المرأة وصحة الجنين طيب الشكل الثاني من السؤال متى تبدأ المرأة في إن هي تاخد القرار لإنقاص الوزن بعد الولادة إحنا طبعا بننصح أي مرأة أو أي ستنة بعد ما إن شاء الله تقوم بالسلامة ويحصل الولادة إن شاء الله ما تفكرش في أي اتباع نظام غذائي قبل شهرين أو ثلاث شهور لأن النهار ده آخر دراسة وكانت دراسة كندية أثبتت إن شاء الله إن المرأة تستطيع إنقاص وزنها من وقت ثلاث شهور لاثناشر شهر بعد حدوث الولادة من ثلاث شهور بيبدأ جسمنا يتخلص من نسبة كبيرة من المياه ومن الدهون اللي مخزونة فيه ولكن لو إحنا بدأنا ناكل بشراها يعني فيه ناس مفهوم خاطئ يقولك إننا ما ينفعش عمل رجيم طول من أبراد ضع الكلام ده غير سليم يا جماعة بالمرأة لأن من أول ثلاث شهور تستطيع المرأة بعد الولادة إن هي تستتخذ الإجراءات في إنقاص وزنها ولكن طبعا إحنا كده كاتر التغذية ما بننصحش أو ما بنستخدمش معاها أي وسيلة إن هي أو أي إنقاص وزن عن طريق إنقاص وزن سريع أو إنقاص وزن بطرق حرمان طبعا لأن فيه ناس بتعتمد على إن الضيط ده حرمان وده طبعا مفهوم خاطئ ولكن إحنا بنزبط لها الأكل علشان تستفيد لأن طبعا إضرار اللبن نفسه للمولود مهم جدا لنا فبنؤدي لإحنا إنقاص الوزن بسبات يعني دايما يكون وزننا بينزل ومش مهم ببطئة أو بسرعة لأن ده مهم جدا إن إحنا نتخلص من الدهون الدهون والمية اللي موجودة في حضرتك في جسم حضرتك لفترة الولادة اللي كوينت سهل إن إحنا نتخلص منها من 3 شهور لـ 12 شهر لأن ده وقت مناسب جدا ما بتبقاش لسه اتخزنت في جسمك وتحولت من صورة سهلة أو صورة لينة لصورة صلبة يصعب الجسم التخلص منها فعلشان كده أنا بنصح من سن 3 شهور تقدر المرأة الحامل بعد الولادة إن هي طبعا تتجه لأي أخصائية أو أي استشارة لتغذية إن هو يساعدها في إنقاص الوزن ولكنه يكون أخذنا في الاعتبار إن إنقاص الوزن يتم بطرق سليمة وبدون أي اتباع أي أنظمة تعتمد على الحرمان لأن ده مهم جدا لينا وأول سؤال دايما بنسأله للمرأة اللي بتتبع معنا في فترة بعد الولادة اللبن أخبره إيه المولود هل بيجبع ولا فيه مشكلة بالنسبة لإضرار اللبن ولازم السؤال ده نقوله بانتظام علشان لو فيه أي مشكلة لازم حضرتك تبلغي بيها المختصة علشان يبدأ يتخذ الإجراءات أو يعدلك في النظام الغذائي المتبع لي طبعا المشاكل اللي احنا ممكن نتكلم فيها برضو اللي بتحصل للمرأة الحامل بعد الولادة خصوصا الولادات القيصرية وهي تراهل منطقة البطن أو حدوث الستريتش ماركز استريتش ماركز دي دايما بتحصل أثناء الولادة لأن البطن بتبقى مشدودة والجلد مشدود فبيحصل لنا استريتش ماركز دي معناها خطوط خطوط أو سنيات في الجلد أو احنا بنسميها بالعربي بيقولوا عليها الكلف الكلف ده بيعبارة عن ضعف في الجدران الجلد ضعف في الجلد نفسه لأن الجلد تشد أكتر من اللازم فبيحصل فيه ضعف بتظهر تبدأ تظهر علينا خطوط بيضة خطوط حمراء خطوط بنية أي خطوط مختلفة عن لون الجلد طبيعي ودي سهل تمييزها طبعا بالنسبة لنا احنا طبعا أول حاجة بنقولها للست الحامل آسف للمرأة بعد فترة الولادة إن احنا ننظم أكلنا ننظم أكلنا نعتمد على أنواع معينة من الخضروات والفواكه نعتمد على البروتينات لازم ما نحرمش جسمنا من كل حاجة ولازم نكون حرصين إن الجسم بيأخذ كل الفيتامينات وكل المعادن وكل البروتينات اللازمة علشان المولود يستفيد وعلشان جسم المرأة يستفيد بنعتمد على إن احنا ندي الجسم كل حاجة يعني نديله طبعا الكربوهايدريتس كلها سواء كانت خبز مكرونة رز أي حاجة بنعتمد عليها ما نحرمش الجسم من أي حاجة بنعتمد بشكل مباشر على البروتينات ولكن البروتين اللي احنا بنسميها البروتينات السهلة اللي الجسم بيأسهل تحليلها زي السمك المشوي التونة دي حاجات كويسة جدا طبعا للمرأة بعد الحامل لأن السمك والتونة بالذات بيحتوع على نوع معين من الأوميجاسري الأوميجاسري اللي هي الغنية اللي بتنشط الجسم وبتخلي الجسم دايما قادر إن هو يحرق بسهولة لأن احنا هيبقى طبعا عندنا مشكلة في الفترة المبعد الولادة اللي هو المفروض إن الرضاعة بتزود الحرق بمعدل الرضاعة الطبيعية في اليوم ممكن تحرق 500 سيارة حراري في اليوم مدارة كويس جدا ممكن نعتمد عليه بس المفروض إن احنا نزوده علشان جسمنا دايما يكون قادر إن هو يحرق بزيادة طبعا الزيادة في منطقة البطن بعد حدوث الحمل دي زيادة طبيعية مش عاوزين كلنا نقلق منها ولكن لازم نتخذ الإجراءات بسرعة إن احنا جسمنا دايما يكون قادر إن هو يتخلص منها عن طريق اتباع نظام غذائي سليم ولازم نأكد على نقطة سليم مش عاوزين حرمان ومش عاوزين نضغط على المرأة بعد الولادة خصوصا لحد سن سنة تقريبا من رضاعة لأن اعتماد المولود على الرضاعة باعتماده بشكل أساسي نصيحتي طبعا لكل المرأة بعد حامل مش عاوزين نعتمد على الأدوية الخاصة بالتخسيص بشكل مباشر يعني ما ناخدش أي أدوية لها علاقة بالتخسيص خصوصا في فترة أول سنة من الحمل لأن الدراسات كلها بتؤكد عدم اكتمال النتائج خصوصا في فترة الحمل وفترة الرضاعة فإحنا بنعتمد على حاجات ممكن نعتمد على مكملات غذائية ممكن نعتمد على حاجات طبيعية تساعدنا في إنقاص الوزن طبعا في حاجات تانية زي الأعشاب بتفيد المرأة في إنقاص الوزن بعد فترة الحمل زي الشمر والبردقوش والشعير الشعير المغلي قبل كل وجبة ده مهم جدا طبعا والشمر بيعتبر مدير البول ولكن مش عاوزين نقول إن اعتمدنا على الأعشاب بشكل رئيسي لأن زي ما احنا بتتبعنا طبعا صديقة وزميلة للبرنامج من السعودية اسمها هدى دي طبعا كل اعتقادها إن الأعشاب هي اللي بتخسس طبعا إحنا بن دايما نقول لها الأعشاب دي وسيلة من الوسائل اللي احنا بنعتمد عليها وليست كل الوسيلة أو ليست الوسيلة الكاملة اللي احنا نقدر نعتمد عليها لأن أفضل وسيلة لإنقاص الوزن إن احنا نخلي جسمنا يحرق من المخزون اللي فيه عن طريق اتباع النظام الغذائي وعن طريق الممارسة الرياضة بشكل سليم وبشكل صحي يستفيد منه جسمنا وما يأسرش علينا خصوصا بعد فترة الحمل طبعا عندنا برضو لازم ننوه إن خصوصا بعد فترة بعد الولادات القيصرية بتظهر عندنا البطن بشكل تراهل بشكل مباشر طبعا فإحنا كدكاتر تلسيمنا عندنا النهاردة أحدث الأجهزة اللي موجودة لتخلص المرأة من الوزن الزائد في منطقة البطن أو في أي مكان تاني عن طريق أجهزة نوجات صوتية عالية الترادد زي الكافيتيشن دي بتؤدي إلى تفتيت الدهون اللي موجودة في منطقة البطن لأن إحنا عندنا مشكلة في الرجيم اللي إحنا بنتابعه إن الرجيم بيدور على أسهل مكان يحرق منه بغض النظر عن المكان ده موجود فين ولكن كل مرأة بتحرص إن منطقة البطن هي اللي بتنزل عندها فإحنا بنستخدم لها وسيلة مساعدة ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين من اتباعها للنظام الغذائي علشان جسمها يكون خسر أكبر قدر ممكن من الميا اللي موجودة فيه فتأثير الأجهزة يبقى مباشرة على الدهون طبعا أجهزة الكافيتيشن أجهزة شد الجلد زي الريديو فريكونسي الـ RF ودي بتعتمد على إن هي بتفتت الخلايا الميتة أو بتفتت التراهولات اللي موجودة فالجسم يبدأ يشد ويرجع شكله تاني لنظرته والشكل المباشر بتاعه الرياضة طبعا مهمة جدا في إنقاص الوزن ودي بتأثر بشكل مباشر ودي بنستفيد منها حاجتين اتنين إن احنا بننقص وزدنا وبنتمتع بصحة لأن طبعا الدهون اللي بتتراكم عندنا في أثناء فترة الحمل المفروض النهية برضو إحنا نحولها نحول جزء منها نتخلص من الجزء الكبير الجزء الضار ولكن فيه جزء مهم جدا لنا اللي يجب نتخلص منه والجزء الثاني لو بالرياضة نتحول لعضلات نحصل على بادي بيلدنج أو جسم مثالي ده هيبقى مفيد جدا لأن تناسك القوام ده أهم حاجة ممكن حريك تكون وزنك 90 كيلو بس فيه تناسك للقوام وما فيش أي بروض في أي منطقة بعد الحمل وده يبقى وزن مناسب جدا وبيعتمد طبعا على المؤشر اللي هو مؤشر كتلة الجسم اللي احنا قلناه في الأول وطبعا كل ده ان احنا لازم نرجع لأخصائي أو نرجع لحد زو خبرة طبعا في التغذية علشان ما يحصل ما يحصلش مشكلة طبعا لأن المشاكل خصوصا بعد فترة الحمل والولادة بتبقى طبعا مشاكل زي الفقر الدم والأنيميا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا حضراتكم ويكون فيه معلومات كويسة استفدتوا منها عن صحة المرأة في فترة الحمل وأثناء الحمل وبعد الحمل وانتبعكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة